للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من قاعة المؤتمرات المنارة للمؤتمرات متابعة للمنتدى الحضرية في نسخة الثانية عشر جرمين إبراهيم ورسلتات تلفزيون المصري جرمين ضعيني في صورة المنتدى وافتتاح السيد الرئيس الذي كان منذ قليل لنسخ الثانية عشر من مدينة القاهرة نعم بعد التحية ما زلنا نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة على مدار اليوم وأيضا أربعة أيام قادمة فعليات المنتدى الحضرية العالمية في نسختها الثانية عشر والتي تقام تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة وذلك خلال الفترة من الرابع حتى الثامن من الشهر الجاري بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية تبعنا منذ قليل الافتتاح الرسمي لفعاليات هذه النسخة من المنتدى وتبعنا أيضا التصريحات الخاصة برئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الافتتاح الرسمي والذي أكد على أن المدن العمرانية بتشهد تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية من تغيرات مناخية ونظرة في المياه وزيادة سكانية مما يتطلب حلول جديدة وفعالة ومبتكرة وأكد أيضا على أن هذه النسخة تأتي في وقت حاسم لما يحدث في العالم من أحداث بيستدعي حجد الجهود لتحقيق السلام وإعادة الأعمار كما أكد الرئيس في كلمتي أنه برغم الأزمات التي تحدث في محيط الدولة ولكن استطاعت مصر أن تحقق عدد كبير من الإنجازات بما يتوفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر عشرين ثلاثين ذكر عدد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة وسكن لكل المصريين وأيضا ما قامت مصر بتحقيقه من بناء مدن جيل جديد من المدن قلع عاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة وأيضا تطوير العشوائيات كما أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر للأخضر وأكد على أمل أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات استطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحقيقة الافتتاح الرسمي لم تكن هي الفعلية الوحيدة التي حدثت اليوم ولكن تابعنا منذ الصباح وحتى هذه اللحظة عدد كبير من الفعاليات كانت البداية مع احتفالية برفع أعلام مصر والأمم المتحدة للاعلان عن انطلاق أعمال هذا المنتدى أيضا كان هناك افتتاح للمعرض الذي يقام على همش هذه النسخة من المنتدى والافتتاح كان بحضور رئيس الوزراء والسيدة أنا كلاوديا وهي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال الافتتاح أن هذا المعرض يعتبر بمثابة منصة تستطيع عرض الابتكارات العالمية في مجال التنمية الحضرية وأيضا الإسهامات المختلفة من جانب الحكومة الوطنية والشركات الخاصة وأيضا مختلف المؤسسات أيضا قلنا نحضر المؤتمر الصحفي والذي جاء صباح اليوم لرئيس الوزراء والذي أكد فيه أن اختيار مصر لاستضافة هذا المنتدى وهذه النسخة هو بيعكس الثقة الكبيرة في الجانب المصري وأيضا ستكون فرصة للحضرين لزيارة عدد من المشروعات التي قامت الدولة المصرية بتنفذها على مدار السنوات الماضية على أرض الواقع وهو ما يتوافق مع ما يدعو إليه هذا المنتدى من تحقيق تنمية عمرانية جميل ما دعم فعليات أيام المنتدى القادمة نعم يعني كان هذا حديثي أنه على مدار الأيام القادمة سيكون هناك عدد كبير من الفعاليات نحن نتحدث عن أكثر من 500 فعالية ستكون على مدار الأيام القادمة تتنوع بين جلسات نقاشية وحوارية ومائدة مستديرة على مستوى الخبراء والوزراء بحضور كبير يعني لمناقشة عدد من الموضوعات منها التحديات الحضرية العالمية أيضا إيجاد حلول للأزمة السكنية أو أزمة الإسكان العالمية وأيضا تبادل الخبرات حول التنمية المستدامة بهدف تحسين نوعية الحياة في المناطق الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بحضور كبير سواء من وفود أممية ودولية أو من جانب ممثلي حكومات إقليمية ووطنية متحدث عن أكثر من 35 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم وكما أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه النسخة تشهد الأقبال الأكبر على الإطلاق مقارنة بكل النسخ السابقة ونحن نتحدث أن مصر بتستضيف هذه النسخة كأول دولة إفريقية منذ النسخة الافتتاحية التي كانت في دولة كينيا منذ 20 عاما وثاني دولة عربية بعد أبوظبي التي استضافت النسخة العاشرة من هذا المنتدى مما يعكس الاهتمام من قبل القيادة السياسية باستضافة هذه النسخة لتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية منتدى في غاية الأهمية وانطلاقه من القاهرة تحديدا يحمل الكثير من المعاني أشكرك جرمين إبراهيم ورسلة التلفزيون المصري متابعة للمنتدى الحضرية في نسختي 12 من قاعة المؤتمرات المنار